الحوثيون يسرقون المساعدات من أفواه الجائعين بهذه العبارة عنوان برنامج الغذاء العالمي تقرير حول المساعدات المقدمة لليمن حيث اتهم الميليشيا بسرقة الشحنات الإغاثية تقرير البرنامج أشار إلى وجود أدلة على استيلاء الميليشيا على شحنات الإغاثة مطالباً للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنهاء تحويل مسار الإغاثة الغذائية والإنسانية في اليمن بعد الكشف عن سرقة الحوثيين لها في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها التحقيق الاستقصائي الذي قام به برنامج الأغذية العالمي للمستفيدين المسجلين كشف أن العديد من الناس في العاصمة صنعاء لم يتلقوا الحصص الغذائية وتم حرمان الجياع من الحصص الكاملة في مناطق أخرى وبحسب التحقيق ذاته فإن هناك خللاً في عملية توزيع المساعدات حيث تم بيعها في السوق المفتوحة في مناطق سيطرة الميليشيا بالإضافة إلى عملية الاحتيال لمنظمة محلية يكلفها البرنامج بالتعامل مع المساعدات الغذائية وتوزيعها التحقيقات التي قام بها البرنامج رصدت قيام الشاحنات بإزالة المنتجات الغذائية بشكل غير مشروع كما وجدت أن اختيار المستفيدين يتم استغلاله من قبل المسؤولين المحليين بالإضافة إلى تزوير سجلات توزيع الغذاء وقد تم اكتشاف أن بعض الإغاثة الغذائية يتم منحها لغير مستحقها ويتم بيع بعضها لتحقيق مكاسب شخصية في أسواق العاصمة اليمنية المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي قال إنهم قد يضطرون للتوقف عن العمل مع من وصفهم بالمتآمرين لحرمان أعداد كبيرة من الأشخاص الضعفاء من الطعام وأنهم سيواصلون التحقيقات لمعالجة أوجه القصور التي أدت إلى إساءة استخدام هذه المساعدات ومع أن البلاد تقف على حافة المجاعة بحسب تقارير أممية إلا أن هذه المساعدات لا تسد سوى جزء بسيط من الحاجة في حين لا يصل منها إلا الفتاة إلى بطون أحالت الحرب بينها وبين لقمة العين ترجمة نانسي قنقر